مصاريف المعاهد والقلات الخاصة 2020 أدب وعلمي عبر بوابة الحكومة المصري مصرفات الجامعات الخاصة 2020-2021 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة ترند قناة الأخبار العجل والمنوعات ولو عجبكم الفيديو ياريت فاضلا وليس أمرا تبعاتوا الفيديو لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس واللي بيشوفنا الأول مرة ياريت يشترك معنا في القناة حتى يصلكم منها كل جديد ويلا بينا على التفاصيل مع بداية السنة الدراسية الجديدة بيبتدي الأشخاص في التفكير في كل ما يخص المصرفات الخاصة بالكليات والمعاهد عشان كده وضح لكم المصرفات اللي أقرتها الوزارة السنة دي من أجل الطلاب واللي ممكن للطلاب دفعها حيث أنه من المعروف أن الكليات والمعاهد الخاصة بتتعرض لزيادة أكبر بشكل أكبر في المصاريف بشكل عام عشان كده هقولوك على كل التفاصيل من المعروف أن الطلاب بيلجوا إلى المعاهد والكليات الخاصة ده في حالة إيه؟ في حالة الهمة ما بيقدروش أنهم يدخلوا الكليات الحكومية وخاصة أن الطلاب بيلجأوا إلى كليات الكمة وذلك لأنهم لا يستطيعون تحقيق أحلامهم ومجموعهم لا يكمل عملية التحويل إلى الكليات الحكومية عشان كده بيدخلوا الكليات الخاصة وبيدفعوا رسوم كبيرة عشان كده أنا هوضح لكم التفاصيل الخاصة بالكليات والمعاهد الخاصة مصرفات الجامعة البريطانية هذه الجامعة لها تاريخ عريق لا يمكن التقليل منه كما أن هذه الجامعة بتعمل على التدريس للطلاب بأحدث الطرق الممكنة التي لن تجدها في أي كليات خاصة أخرى وتعمل على إمداد الطلاب بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع لذلك خلق جيل متكامل بين الطلاب الذين يستطيعون مواكبة العصر ونجد أن المصرفات الخاصة بالجامعة في كلية بالأسنان بتوصل المصاريف إلى 80 ألف في كلية الهندسة في الجامعة البريطانية قد تصل المصاريف إلى 57 ألف عند التقادم للإعتحاب بكليات الأداب هتكون المصاريف 60 ألف مصاريف المعاهد الخاصة هقول لكم كل المصاريف الخاصة بالمعاهد اللي ممكن أن يلتحك بها الطلاب حيث أن المصاريف كل قادي عند التقادم للمعهد العالي للخدمة يمكن دفع ما يقرب من 3393 جنيه عند التقادم بالمعهد الخاص بالتعاون والإرشاد 2475 جنيه معهد الخدمة الموجود في دمانهور تصل تكلفته إلى 3212 جنيه المعهد العالي للخدمة في الشرقية 3768 جنيه معهد الخدمة في أكتوبر 3874 جنيه وفي النهاية يا ريت ما تبخلوزش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس تنبيهات واللي بيشوفنا الأول مرة اشترك في القناة حتى يصلكم منها كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته